من جريدة المصري اليوم طيب هتلاقوه في المصري اليوم في الجريدة وهتلاقوه على الموقع مقالنا النهاردة مقال قصة غريبة جدا قصة الخداع ازاي بني آدم ممكن يخدع العالم كله ازاي الناس اللي بتعرف تصدر صورة عن نفسها ويوصلوا حالة ان هم ناس عظماء جدا وانا عملت وخليت وسويت وانا شفتنيش وانا ايام الفتوحات اللي كنت بفتحها وايام الحاجات العظيمة والاختراعات الهيلة اللي عملتها الناس اللي بتصدر الصورة دي هل هم بينجحوا فعلا ولا بيجوا مع الوقت وبيتكشفوا وبيقعوا قصة غريبة النهاردة واحنا بنتكلم عن لعيبة كرة القدم اللاعب لازم نشوفه في الملعب بعنينا بيلعب فنقول عليه كويس لا فيه لعب اتباع لأندرية كتير جدا وعمل نجاح حيال جدا وهو عمره ملعب مرة واحدة ولا مباراة واحدة ولا لمس الكرة برجله طيب مين اللاعب ده القصة دي رسالهان النهاردة الاستاذ الكاتب ياسر ايوب في المصر اليوم بعنوان ايه بعنوان حتى العنوان لطيف جدا الرجل الذي خدع الجميع بيتكلم بيقول ايه ان انا لم اقتنع يوما مضرورة ان انا امارس كرة القدم كشرط اساسي لمن يريد التدريب او الاعلام الكروي او غيره لكن من ايام قليلة جدا عرفت ان انت ممكن تكون لعب كرة القدم مع ان انت عمرك ملعبت كرة عارف الموضوع ده منين عارفوا من كتاب جديد للصحفي الرياضي والكاتب الانجليزي روبي سماث اللي طبعا كتب بيكتب للجاردين البريطانية وبيكتب للديلي جراف وبيكتب لكذا حاجة كتب كتاب سنادي بعنوان ايه قيصر لاعب الكرة العظيم الذي ابدا لم يلعب كرة القدم بيقول في الكتاب ده في حكاية اللاعب برازيلي اسمه كارلوس هنريك رابوسو كارلوس بيقول حكايته واحدة من اغرب حكايات كرة القدم في العالم اللي قارتها في حياتي بيقول ان كارلوس رابوسو ده تعاقد مع اندية زي فاسكو دي جاما فلمانجو بوتافوجو بانجو فلمانسي في البرازيل وتعاقد مع اندية دولية زي اجاس في فرنسا والباسو في الولايات المتحدة الامريكية بيقول طبعا قعد قد ايه تعاقد ويتباع ويتشيري 26 سنة كاملة اللاعب رابوسو ده كارلوس رابوسو بيتباع ويتشيري من الاندية والنادي ده يشتريه والنادي ده يبيعه وانه لعب عظيم والمعجبين وطلع فيديوهات يقول لهم انا بلعب وشفتوني وانا بجيب جون في الحتة الفلانية وشفتوا كذا 26 سنة اللاعب ده بيتباع لاندية كبيرة وبيتدفع فيه فلوس كتيرة جدا بيعمل ايه اول ما يروح النادي بكرة هيلعب المباراة النهاردة يتعرض لإصابة ويقعد في الإصابة دي فترة طويلة جدا فيبدأوا يهم يقولوا ايه ده طب يعني مش هيقدر يلعب النهار بكرة معنا طب مش هيقدر ينزل معنا طب كذا طب كذا فيبدأ يفضل موجود الراجل اتصاب قدامهم في أثناء تدريب ولا غير ولا معسكر ولا ايا كان فيقولوا لأ ده مصاب خلاص هنأجله مش هيلعب فيتركنا على جنب شوي تيجي مباراة بعدها يتصاب تاني فيقولوا لأ طب ده كده مش هينفع هيلعب بكرة نأجله يفضل موجود على دكة بتاعتهم او على عداد المصابين بتوعهم ما بيلعبش لحد ما النادي يزهق منه ويروح بيعه النادي تاني بيطلع فيديوهات للإعلام وللناس انه لعب عظيم بيطلع تصريحات للصحافة والناس تاخد عنه التصريحات والناس تقف تتصور معاه لعب هيل جدا 26 سنة بيتباع وبيتشري من أندية أوروبية وعالمية لكن عمره ما لعب كرة القدم ولا لعب مباراة واحدة ولا تسجله مباراة واحدة بيجي فيديوهات مزيفة نفسه ويسوقها ويقول أنا هو أنا بلعب والناس تنزلوا الفيديوهات وكلها مش حقيقية اللعب ده حكيت وتكشفت وتعرفت وطبعا أستاذ ياسر بيرصود لنا الموضوع وبيقول أنه هو دلوقتي موجود في ريو دي جانيرو في البرازيل وهناك ومستقر وندمان على كل حاجة عملها ويكتشف ونطلع تصريحات بقى حقيقية المراضي أنه هو فعلا لو كان اكتهت شوية كان ممكن يلعب كرة القدم بشكل أفضل ويقدم حاجة كويسة ويبقى لاعب حقيقي مش لاعب مزيف هنا بيرصد لنا أستاذ ياسر من قصة رابوسو المزيف اللعب المزيف اللي عمره ما لاعب كرة القدم بيرصد أنه احنا ممكن نصدر صورة عننا للجميع حوالينا وينبين أنه احنا نكحين وزماء وهيلين جدا وإحنا ما عملناش أي إنجازات حقيقية طب ده بيستمر كتير؟ لا عمره ما يستمر حيجي لحظة ويتكشف فيها كل حاجة عن تاريخك المزيف المزور وساعتها مش هتفقد كل حاجة أنت هتفقد حتى احترامك لنفسك واحترام المقربين ليك وهتكون في عزلة وحتندم زي رابوسو اللاعب اللي تباع وتشارع لكن عمره ما لاعب كرة القدم دي كانت قصة تسلم إيدلي أستاذ ياسر والله قصة جميلة جدا رصد هنا أستاذ ياسر أيوب من المصر اليوم الرجل الذي خدع الجميع ده مقالنا النهاردة من أغرب الحاجات اللي ممكن نسمعوها ودي كانت صحفتنا النهاردة خلينا نشوف معاكم بقى شوار